اشتركوا في القناة فكرهم فكرهم الموضوع مش موضوع قتل وشربه بس الطفل ده محتاج عناية عناية صحية نفسية وجسدية زي ما قلت في المقدمة ان الاسرة هي الاساس والاب والام هما الاساس وعمر الولاد ما هيبقوا عزوة ولا سند الا لو قدرنا نربيهم كويس عشان فعلا يبقوا كده لكن يا ترى اللي احنا بنشوفه دلوقتي هو بالفعل بقوا عزوة وسند يا ترى فعلا بقوا البنون زينة الحياة الدنيا يعني موضوع محتاج ان احنا نفكر من اول وجديد وزي ما قلت نقطة ومن اول السطر النهارده هيكون معايا دكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي الاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وخبير اقتصادي في التعمير والاسكان اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اسباب الزيادة السكانية لما نيجي نتكلم عن الزيادة السكانية الزيادة السكانية دايما اي ظاهرة بيبقى ليها ايجابيات وسلبيات تمام بالنسبة للزيادة السكانية نتكلم مثلا عن سلبياتها وبعد كده ممكن نتكلم على ايجابياتها والحلول اللي احنا ممكن نتغلب عليها تمام بالنسبة للزيادة السكانية دلوقتي هل هي متكافأة مع حجم الموارد المتاح ولا هي ازياد ازياد من الموارد ولا عدم استغلال تلك الموارد في زيادة السكانية احنا عندنا كل الحاجات دي تمام عندنا موارد اه عندنا موارد تمام عندنا زيادة سكانية او عندنا زيادة سكانية طيب الحل ايه هل في استغلال امثل لهذه الموارد في حاجة بس برضو في نفس الوقت نقول برضو على السلبيات نبدأ بيها وبعد كده نقول بالإيجابيات والحلول للسلبيات تمام احيانا في زيادة السكانية حضرتك بتقولي اسبابها نبتديها من الاسباب تمام كمجتمع عربي فيك احيانا افكار تقول ايه انا محتاجة الولد ازوة ازوة زي ما حضرتك قلت ايه فممكن يبقى فيه انجاب للبنات ويبقى مصممين على ان ربنا يرضيهم بالولد ببقاش فيه عدم رضا ده بتبقى موجودة طبعا يعني منتشرة في القرى السعيد في القرى الارياف في اي حد بيبقى نفسه في الزكر وهكذا وفيه ناس بتاخد الاطفال دول انها مولد رزق ليها انها بتدخل دخل يقولك دول عزوة واخلي في الولد يسندني واخلي في الولد يشتغل ويدخل لي دخل ويبقى فيه مرتبات دي برضو ازباب الزيادة السكانية يعني عما نيجي نتكلم خليني افهم يعني ايه يبقى سبب دخل يعني نقف عند الجزئية نقف عند الجزئية دي فيه احيانا كرة من الارياف مثلا القب ممكن يخلف وبيشغلوا الاطفال منو هم صغيرين منو هم اطفال فيه اطفال بتشتغل بتلاقيهم في الطوب بتلاقيهم في المصانع بتلاقيهم في المجازر بتلاقيهم اطفال زغيرة لا بتشتغل فيه في كرة الارياف فيه اطفال بتشتغل فحضرتك لما بتقولي ازباب الزيادة السكانية كل ده بيقدي الى ازباب زيادة سكانية يعني تبقى مختلفة وهكذا طيب نيجي للسلبيات لما تيجي للزيادة السكانية هل انا هقدر لو انا يبقى عندي المجموعة ده كله من الاطفال هقدر اعلم كويس هل لما علم اربعة زي ما اعلم اثنين هل لما اعلم ثلاثة زي ما اعلم خمسة لو انا عندي ثلاث اطفال او عندي خمس اطفال طبعا صعب في الصحة في التكاليف في الاستهلاك ليها اثر في الاستهلاك الاقتصادي اه ليها اثر في الاستهلاك فيه طلب على الاستهلاك كتير فيه طلب على الانتاج انا عندي خمس اولاد عندي اربع اولاد وزي ما يكون عندي ولد هجيب صبح بجنيه عيش ما بقاش في خمسة جنيه عيش حسب العدد اللي عندي بيبقى زيادة الأولاد فيها زيادة في الطلب دكتورة هدى في عائلات بتقولك أنا عندي القدرة البندية أنا ما جيبش ليه لا احنا بنتكلم على الأسباب وبنتكلم على السلبيات وفي ناس برضو دي برضو من الزيادة انها تقولك أنا عندي أولاد كفاية فعندي قدرة مادية عايزة عزوة عايزة حد يورس بالشكل ده ده يرجع لسؤال حضرتك أسباب الزيادة ده الأسباب وبالتالي بقى فيه سكان طيب نيجي للسلبيات اللي أنا بقول لحضرتك عليها طبعا لما يكون الدخل ضعيف وده أغلبية الأسر بالضبط وما يكون الدخل ضعيف هل هطلع مستوى تعليم غير جيد مستوى صحة غير جيد هيبقى فيه معدل وفيات كتير فكل الحاجات دي كلها سلبيات بالنسبة لزيادة السكانية طيب كل الحاجات دي موجودة وكل الحاجات دي يعرفينها طب احنا نقدر نستغل الزيادة السكانية دي اه اقدر استغل لها استغلال جيد ازاي بقى حاضر مثلا مواريت هقول لحضرتك ازاي احنا كبلد زراعي في الأساس مصر بلد زراعية في الأساس تمام انا مش عايزة اركز في الزراع على السلع العادية انا عايزة احاول التصنيع عشان اقوم دلوقتي وانا ايما من ثورتين بعد ثورتين يعني برضو الاقتصاد بتاع بينهض ادي ادي حاجة عشان اقوم دلوقتي واحنا عندنا ازمة علامية مثل ازمة كورونا التي اصابت الاقتصاد العالمي كله وليس اقتصاد المصري فقط بشلل تمام تمام عشان اقوم دلوقتي لازم اختار لطبيعة بلدي كل دولة بتتعامل حسب طبيعتها سواء طبيعة مناخ سواء طبيعة اقتصادية طيب اهتم بالصناعة من خلال الزراع يعني التصنيع الزراعي عشان يبقى اوفر من صناعة التعديل احنا نمسكها خطوة خطوة تمام سلم سلم يعني عشان المشاهد يقدر يستواب معنا ابتدي اركز على الزراعات الاستراتيجية اللي ممكن اصنعها اللي ممكن اخليها يعني مثلا اركز على سبيل المثال اركز على زراعة عباد الشمس اركز على زراعة الضرة عشان استخرج الزيوت عشان ادخل الزراعة في الصناعة وغدبال حضرتك ازاي بقى انت كده عندك حكتين يبقى انت عندك زراعة وعندك صناعة العطور مفيش حد ما بيستخدمش العطور سواء سيدات او رجال ممكن اهتم بنباتات العطور لا انا ادخلها في الصناعة ممكن اهتم بالنباتات الطبية انت شايف حضرتك الاعلانات الاعشاب الطبية اعشاب تقسيس اعشاب على السنة النبوية كل الحاجات دي كلها اهتم بالزراعة الزراعة الاستراتيجية يعني مش الزراعة الاكل والطعام القوطم واثنين جنيه بس الدكتورة هدى حتى علشان يتم استثمار الاولاد بشكل سليم لازم برضو تقوم على التربية والتعليم والوعي يعني هنكمل الحوار دا بس بعد ما ناكد مدخلة الدكتور سامي العسالة احد علماء الاظهر الشريف اهلا بحضرتك يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ورساها المتعبين الكرام وبروحة الاجناس هل الرسول حذر من الزيادة السكانية واجاز العزل بين الزوجين اه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية والحمد لله والصراط والشلام وعلى سيدنا رسول الله اه ويصدر في بداية الحديث اه امضال ان من نعم الله على ادادة نعمة الاجناس اه وقد جاءت كثير من الايات القرآنية والاحديث النبوية في بيان اهمية في النسلة من ذلك يأتي حول النظر السود ضعيف يا فندم شوية نعم فندم السود ضعيف بالسماء حضرتك كويس تمام كده فندم اه كده تمام فطبعا يقول الله تعالى يا ايها الله تكف ربكم الذي قدقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم مجالا كثيرا ونفاقا ويقول تعالى يهدوا لمن يشاء اناثا ويهدوا لمن يشاء ذكور فبعض النس يعني يهدوه الله البنات وبعض ما يهدوه الله الذكور او اه يعني اه يعني سنة واحدة حضرته الجمع بينهما اه وكان من دعاء اه بعض الامبلاك دعاء الحمد لله الذي وهب ليه على الفضل الاجتماعي والحق تمام وهذا لا يعني كثرة الاولاد بما يتناسب عضروف الاسرة والمجتمع ومن هنا كانت الدعوة لتوظيم الاسرة اه طبعا قبل ما اه اه اجيب على سؤال حضرته اه الخاص اه يعني بما ذكرها الاسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان اوضع بالسادة المشاهدين الكرام ان تنظيم الاسرة او تنظيم الحمد اه معناه في اليوم الزوجين بالتراضي بينهما باستعمال وسائل معروفة ومشروعة اه لا يراد لها احداث القضاء على وظيفة جهاز جهاز التناسب المرة وكذا لا بل يراد بذلك الوفوط اه عن اتقل فترة من هالزمن لمصبحة ما يراها الزوجات او من يتقان به من اسل الخبرة او اه او ما الى ذلك السبب الباعث على تنظيم الامل هو مراعاة هذه الاطرة وشؤونها من صبح او قدرة على الخدمة بعد مراعاة الاسباء على استعمال جهاز التناسب من قيام براضي فترة اه اه اما عن اه اشتغال حضرتك اه طبعا يعني حقل تنظيم اه الحمل اه تحدث العلماء قديما عن حقل تنظيم الاطرة من خلال حديثهم عن الوسيلة المستثمة لذلك في زمنهم وهي العزلة وهي الوسيلة التي كانت موجودة على عهد السنة الثالث وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اه فما هو اه العزل يعني ما هو العزل اه هو اه طبعا يعني اه اه عدم اه ثواصل او اه امتلال اه اه يعني عن حلاقة اه ترعية اه لنهائتها اه وحكم العزلة يعني نرى نفس حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد جواز العزل اه من هذه الحديث يعني نذكر عن طبيعي المثال على سنة الحصرة ما ورد عن سيدنا جامر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزئ اه ووجه الجامعة من هذه الحديث اه اه انهم يعني سيدنا جامر اخبر ان الصحابة كان يعني في زمن عزور الوحية اه يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في نظاره فلو لم يكن ذلك الامر جائزا لما اكرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نعلم ان السنة المعطومة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اقواله واسعاله وفطر راته وصلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اضطر امرا كان موجودا على عهده دخل ذلك في السنة التقريرية بس فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ الاية فيه ناس كتير لما بنتكلم على موضوع الاولاد واعدادهم وان ازاي ان الاوضاع اللي احنا موجودين فيها دلوقتي المفروض ان احنا نعيد التفكير تاني في ان ما يبقاش الاعداد اللي بيوصل لسبعة وتمانية وفيه ديء في الرزق وبيعودوا في قوضة واحدة احنا كده مش بنربيهم بطريقة سليمة ولا بنطلع للمجتمع نشق صالح فالاية دايما اللي بيستشهدوا بيها ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا فهل يعني ممكن حقيقة تديني توضيح للآية دي بشكل مبسط؟ نعم يعني ممكن انا بدأت حديثي ببعض الايان التي تتحدثوا عن الانجاب سواء من الظهور او الجنات او الجمع بينهما ذكرنا جانبا من جعية بعض الانبياء يعني كما قلنا سيد امراهيم كان بيدعو ولما ربنا سبحانه تعالى استجاب له وهو ماذا قال قال الحمد لله الذي وقف ليه على الجبل بسماعيل وإزحار ربنا سميع الدعاء اه قال رب يا رب من دونك تريقا انك سميع الدعاء فنشك ان المال والبنون هم ولكن هذا لا يعني الاكثار بما مع وضع الاسرة المادي او وضع المجتمع فكل يعني كل اسرة مسئولة وكل ربع مسئولة عن رعيته وكل بحسب ما اتيح من انسانيات ونحن نعلم ان الاسرة هي رواس المجتمع فلأن المجتمع دكتور سامي دكتور سامي يعني هو ده هو ده اللي احنا عايزين نقوله ان احنا اه ولادنا ليهم حوق وهما مش جايين علشان الدنيا هي اللي تربيهم هما جايين علشان فيه اب وام هما المسئولين عن تربيتهم وانهما يكتهدوا وانهما يبقى فيه نشء صالح في المجتمع وهو ده المفروض الفكر الاساسي اللي المفروض يكون موجود عندنا وان يعني حتى يعني ما بنيجي نستشهد بالآيات يعني لازم نبقى مستوعبين ايه المقصود من الآية وان الولاد دول محتاجين ايه وعايزين ايه عشان نقدر نقدمهم للمجتمع ويبقوا مفعالين وصالحين بشكر حضرتك وبشكر وجودك معنا في ساعة معني دكتورة هده برجع لحضرتك تاني وكنا بنتكلم ان حديدك بتقولي ان ممكن الزيادة السكانية يتم توظفها بشكل استغلالها استغلالها بشكل معين او استخدامها او استخدامها مش هناختلف لكن انا اقصد ان حتى لو تحطوا في الزراعة او تحطوا في اي تم توظفهم في اي مكان ازاي انا هقدر اوظفهم بشكل سليم وانا لم احسن تعليمهم وفكرهم وعقلهم يعني احنا بنلاقي ان برا في الدول الاوروبية التعليم الزام لغاية مرحلة معينة مفيش حاجة اسمها ما تتعلمش مفيش حاجة اسمها ما تعرفش تقرأ وتكتب مفيش حاجة اسمها تتحط في وظيفة او تشتغل شغلة من سن معين وانت حقق كطفل انك تعيش بطريقة ادمية تمام حضرتك دلوقتي ذكرتي تجارب الدول تمام طيب ناخد تجربة زي تجربة الصين تمام عدد سكانها يتعدل مليار مليون نسمة احنا ميت مليون تمام ماشي لما الصين بدأت لسه يعني الوقت الصين دلوقتي يعني بدأت من عهد قريب يعني بقت دولة متقدمة بتنافس امريكا تمام في كثرة عدد السكان المفروض انا اخذ التجربة الصينية واستفيد منها هنا فاستفيد منها للتجربة المصرية تمام طيب اول حاجة عملتها الصين تنظيم الاسرة تمام بدأت بتنظيم الاسرة بس مش تنظيم الاسرة مش كفاية عشان انا عايزة بلدي تبقى دولة متقدمة انا عايزة بلدي احنا دلوقتي داخلين على عصر الرقمنة يعني احنا داخلين على الاقتصاد الرقمي يعني احنا مارس اللي جاي كل حاجة الوقت هتبقى بالتكنولوجيا الفواتير بقت الالكترونية العملة بقت الالكترونية كل حاجة يعني الناس كلها بتتقدم طيب احنا مش هننظم ونسقط مش هننظم ونبقعدين نعمل ايه بقى طيب خلينا نقول حضرتك قلتي التجربة اللي برا بلاش احنا نقول نعمل ايه بلاش بنقول احنا سياساتنا كلها مش نفع معينا خلاص ماشي طيب ناخد التجربة الصينية عملت ايه التجربة الصينية اهتمت بالمستثمر الصغير الطفل المستثمر الصغير لا مش الطفل المستثمر المستثمر يعني المشروعات الصغيرة انا افتكرت الاستثمار في الطفل لا هي استثمرت في العقول تمام تمام فهي اهتمت بالمستثمر الصغير يعني اهتمت بالمشروعات الصغيرة لانها اثبتت ان المشروعات الصغيرة هي سبب تقدم الدول يعني الدول متقدمة دي كلها الاوروبية بدأت المشروعات الصغيرة هي اللي وصلتها للتقدم ده كله هي اللي وصلتها للتكنولوجيا وليست المشروعات الكبيرة تمام عملت ايه الصين بدأت بتنظيم الاسرة واحد تنظيم الاسرة انا عايزة تنظيم الاسرة ماشي اوكي افضل تنظيم الاسرة عشان اربي كويس عشان اعلم كويس عشان اعالج كويس تمام تاني حاجة بدأت بالمستثمر الصغير بيتك مصنعك معي حضرتك في الجزء ده بيتك مصنعك وبدأت الشغل من البيت هنيجي نقول ما هو ممكن البيت يدخني في اقتصاد غير رسمي اللي هو غير مسجل في الدولة وإحنا عايزين برضو ندي حق الدولة يعني احنا زي ما احنا بنشوف حق المواطن الدولة كمان ليها حقوقها في الدرائب بتاعتها ولكن المستثمر الصغير هي قادة على الفقر مسكت حكتين الفقر والبطالة تمام احنا برضو بنتمتع بيهم بالفقر والبطالة تمام اوكي عندنا نسبة كبيرة ونسبة بطالة عندنا نسبة امية ماشي عندنا نسبة فقر تمام امسك هذه الشريحة وبدأت بيهم بالمستثمر الصغير وودت لهم يعني بيتك مصنعك يبقى في الحالة دي لازم يبقى فيه تناسق بين الوزارات وزارة التضامن الاجتماعي زي البحث اللي هي بتقوم بيه لما بتيجي تمسك أسرة فقيرة بتعملها بحث انا كمان بعمل بحث يبقى في الحالة دي انا امامسكت تناسق سياسات مع بعض تناسق وزارات مع بعض يبقى انا امامسكت الأسرة الفقيرة دي عشان ما يبقاش عندي فقر عشان ما يبقاش عندي بطالة واعمل لها بحث يبقى انا كده عندي البيانات بتاعتها ماشي المالية يبقى فيه تناسق مع وزارة المالية تمام اديها ازاحة العقابات من أمامهم اديهم فترة وبعد كده بأخذ منهم درائب فترة يقبوا ويقفوا على رجلهم وبعد كده احاسبهم انا بمسك طبقة انا بمسك طبقة معينة يعني دكتورة هودا عايزين تعاون من تناسق بالزبط هنقف عند النقطة تكاتف وناخد الدكتورة سامية خضر صالح استاذ علم الاجتماع اهلا بحضرتك يا فن اهلا بحضرتك ازاي مصر تقدر تواجه القنبلة السكانية في الفترة المقبلة احنا محتاجين الحقيقة اننا آآ ننشر فكرة واهمية اتنين كفاية وانا بقول ان من ايام عبد الناصر قال يا جماعة حنبقى اربعين مليون يعني الراجل كان بيحاول ان احنا آآ نتنبه ان الزيادة السكانية خطيرة كنا تلاتين فبيقول حنبقى اربعين مليون احنا دلوقتي ميت مليون ومع ذلك فيه للأسف بعض القيم والتقاليد والعادات والاقول المغلق التي لا تتفاهم ان كل ما كان الطفلين تقدر يتربيهم احسن تقدر يتلاقي مدرسة كويسة تلاقي مواصلات معقولة وهكذا احنا بنعمل تنمية وفيه طبعا صداعات صغيرة ومتناهة الصغر والشغل الرائع وتنمية ما حصلتش من فترة طويلة جدا 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 لكن ده كله بيتم انتصاصه من خلال الزيادة السكانية نوصل لعقولهم ازاي يا دكتور يعني دلوقتي حضرتك بتقولي طفل واحد او اتنين كافي لازم يتوفر لهم الرعاية الكاملة لازم يتوفر لهم التعليم الرعاية الصحية ازاي نقدر نقنع الناس اللي هما بيقولوا الولاد عزوة وسند وناس تانية بتشتكي من الفقر اقول تاني احنا عشنا في فترة يعني فترة من المدة طويلة من ايام عبدالناصر بيقول اول ما قال حناب اربعين مليون وجدنا افلام كتيرة جدا زي امبراطورية ميم وافواه وارانب والحفيد وام العروسة وداخل الفيلم الولد الشاب بيسأل الشاب نقول الشريب بيقوله ليه بتقول لزوجتك نستنى سنتين بعد كده نبص للانجاب قاله لانه توجه دولة ده اللي احنا يعني احنا عايزين لازم ان احنا الاعلامي يشتغل على هذا الامر احنا عندنا كل قناة فيها برامج نسائية لكن الاسف انا بشوفها ناتا فريغ للعقول مش ملء للعقول وده مشكلة الحياة ما هو ده دكتورة اللي بدأت بيه المقدمة في بداية البرنامج وقلت ان الاسرة هي الاساس وان كل المشاكل بس لازم الاول نسرة دي تفهميها توعيها انت عندك نسبة كبيرة من اميها وكل القضايا كل القضايا حضرتك اللي ظهرت في المجتمع كلها جاية من عدم وجود الاسرة وعدم وجود الام والاب نتيجة الجري في الحياة علشان يقدروا يغطوا الاحتياجات الولاد وبرضو معتقدين ان التربية اكل وشرب هي طبعا احنا محتاجين نحن الحقيقة نغير بعض القيمة او نركز على بعض او تخبطي كده على العقول وده ما بيجيش وانت بتعملي بعض البرامج التافهة واللي بتضيع الوقت لازم تكون البرامج لها دور في التنمية الدولة وطيمية الانسان طب رأي حضرتك حضرتك رأيك ايه في دراسة منع الدعم للأسر اللي بتنجب اللي بتنجب اكثر من طفلين مش دي اللي هتنفع يعني انا ما اعتقدش ندار حالسا لكن انا بقولي حل البرامج نعلم كده مثلا دعاية علشان بسكوت وعلشان شوكولاتة واعلام عشان كذا واعلانات بالشكل لازم يكون فيه نفس الشيء ولكن ده لصالح الأسرة يعني الوعي هو الأساس وليزم كل برامج المرأة تخاطب الأسرة وتخاطب العقول ولازم يكون فيه ثقافة ووعي وإدرابك لحجم الأمر واللي احنا موجودين فيه دلوقتي بشكر حضرتك يا فندم وبشكر وجودك معنا في ساعة معاني بال برجع لحضرتك مرة تانية والنقطة اللي عايزة أقف مع حضرتك فيها أن أنا بشوف أن التعليم والفهم والإدراك ده أهم شيء لو طلع جيل أو طلع ولاد عندهم فهم ووعي وثقافة حتى لو بيشتغلوا من سن صغير احنا بنسمع كل الناس العظماء كانوا بيشتغلوا وهم بيتعلموا وهم بيدرسوا أن ده هيساعد كتير جدا على التنمية وعلى رهضة المجتمع الوعي اللي ممكن يوصل للأم والأب أن طفل واحد كفاية أو اتنين كافي جدا زي ما الدكتورة كانت بتتكلم دلوقتي وأن الفكرة مش في العزوة والولاد الكتير وهم هشين وهم مالهمش قدور وهم طلعين مش مش قادرين يبقى عندهم مسئولية ولا احنا ربناهم كويس ولا ورمناهم في المجتمع تعقيدك ايه على اللي أنا بقول يعني اللي أنا فهمت من حضرتك لو أنا هرد على كلام حضرتك أنا المفروض يبقى عندي فيه تدريبات ثقافية فيه توية الاهتمام بالتعليم الاهتمام بالمدرس فيه حاجة اركز في التعليم ليبقى مشروع التقرج اللي بيعمله شباب الجامعة اللي لسه طالع اقول لهم ركزوا على المشاكل اللي بتوجهها البلد تحييكي والله يعني اقول لهم ركزوا ما حد الشباب زغير ده لشان خاطر يعني أنا اتمنى الدكتور يوجه قبل ما يدرس يعني أنا مش داخل ادي المنهج بتاعي في الكتاب وهخرج أنا عايز اوجه أنا عايز انشئ شباب تبص حواليها اقول لهم اعملوني مشكلة زي كده مشكلة الدكتور عندي عندي المشرف قال لي روحي هاتي لي مشكلة عشان تبني عليها رسالة الدكتور طيب أنا المفروض الشباب يعملون مشروعات تخرج اخليهم يجيبوا المشكلات بتاعت البلد ويحاولوا يحلوها وامسك الشباب دي احاول اعمل لهم تدريب تدريب على حاجات معينة كل واحد في حاجة اسمها مثلا ميزة نسبية لو انا من دميات ايه الميزة النسبية اللي في المحافظة بتاعتي النجارة الخشب نقولك احنا هنجيب الخشب من دميات انا بضرب مثال عشان اوضح الميزة النسبية فكل محافظة فيها ميزة نسبية انا عايزة اركز على التخصص وتقسيم العمل اللي نادى بيه سيميس ادم سيميس اللي نادى بيه الشيوخ النظريات الاقتصادية ان انا قسم العمل لو قسمت تقسيم العمل وبقى عندي في كل محافظة انا قسمت فيها المنتج اللي هي متخصصة فيه التخصيص هيبقى عندي منتج قوي مش هقول بقى فين الضمير اه فيه ضمير بس فيه تخصيص الحاجة هتطلع كويسة دي معادي حاجة الوحدها ما تنفعش انا لو انسان عندي ضمير وما فيش عندي حاجة هشتغل فيها مش هخرج حاجة صح مش هخرج حاجة دكتور دكتور محتاجين مش تنظيم اسرة بس محتاجين محتاجين بص هي مجموعة مجموعة بالضبط انا بكلمك بصراحة اطلع هنقول روح نظم الاسرة فقط لغير ما ينفعش خصوصا اللي احنا في زيادة سكانية فعلا بجد ماشي احنا في ازمة استاذتي العزيزة احنا ما بنتكلم بنقول مصر فيها تلت اثار العالم اه يعني سياحة صح اه يعني ايه كلمة سياحة يعني سايح جاي من برا يعني ايه سايح جاي من برا يعني مدخل دولارات خزينة الدولة صح صح طيب انا عايزة تراجع الجنيه المصري بتاعي حضرتك الجنيه هيتراجع ازاي حضرتك دكتورة فضل قلتي ان لازم كلنا نتكاتف مع بعض علشان نقدر نوصل ولدنا لبر الامان ولازم ان احنا لما جبناهم الدنيا لازم ياخدوا حقوقهم مننا وندهالهم صح وندهالهم بما يرد الله للأسف الوقت جرى بينا واكيد هيبقى لنا لقاءات واكيد هيكون فيه تكملة للحديث بشكر حضرتك بدا وبشكر موجودك معنا في ساعة معاني في الختام الفكرة كلها ان كل حاجة في الدنيا مبنية على الأسرة الأسرة هي الأساس الأسرة هي اللي هتعمل نهضة للمجتمع وهتقلل حجم القضايا اللي عمالة تظهر يوم بعد يوم ومش هنقدر نعمل ده إلا لو بقى عندنا أولاد قادرين نخلي جدورهم قوية في الأرض عشان يواجهوا الحياة مش بالعدد أمرهم ما هيبقوا عزوة ولا سند لو طلع جدورهم ضعيفة وسهلة الكسر رسولنا الكريم مفروض يعني ان شاء الله في يوم العرض على رب العالمين يتباهب أمته لو إحنا طلعنا أولاد بالشكل اللي إحنا بنشوفه دلوقتي وإحنا مش قادرين نوفر لهم أبسط حقوقهم حقهم في الحياة هيتباهب بنا عايزين نعيد الحسابات تاني وعايزين نفكر تاني وزي ما الدكتورة قالت وإحنا بنتكلم إن ما ينفعش اتجاه واحد مفيش إيد لوحدها بتثقف لازم كلنا نجتمع إن نغير الفكر نغير الثقافة نشوف الدنيا صح نحط ولادنا على الطريق الصح ندعمهم نطلحهم جدورهم قوية مش شوية هوى وريح توقعهم زي اللي بنشوفه دلوقتي طفل واحد ممكن يبقى هو السند والعزوة وممكن خمسة ولا سبعة كأنك ما جدتش ولاد لإنك ما قدرتش تديهم وتربيهم بنفس الإمكانية اللي قدرت تربي به فرض واحد صالح في المجتمع أتمنى تكون رسالتنا وصلت النهاردة وأتمنى إن احنا نحط نقطة ومن أول السطر الأسرة الأم رجوع الأم تاني للبيت وجود أب وأم ولاد يتربوا صح ونعلمهم صح أشوفكم على خير موسيقى 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 موسيقى